شوفوا فقط الإجابة ما حيبعت لي فقط أنا حوست لكي نفهم عقلية الرجل هذه بعض ردا على هذه الرسالة اللي شفنا فيها على هذه المرأة اللي قاتلك أنا شعلت له سبعتية العشرة ومع ذلك ما كاش اهتمام أنا حبيت فقط نقول لكل امرأة رحيتشوف فينا دازم انت يا زوجك تصن فيه في أي خانة هو موجود الإنسان كامل يقول لك كاين إنسان بصري يعني كاين رجل بصري هذا الرجل يشوف بعينه يفرح يدخل للدار يلقى مرته مش بحط له الدار مش بحط له روحه ويلقى يعني المكان هذا إنسان بصري كاين إنسان سمعي كاين اللي يسمع حتى لو كانت كلي معنى بريش وش دايرا في روحك ما يشوفكش وكأنك غير موجودة لكن بمجرد ما يقول له كلمة لك ينتبه هذا إنسان سمعي وكاين إنسان حسي يعني يحب هذه المعاملة تبان على أرض الواقع لازم كل وحدة فينا ولا كل طرف فينا يعرف الطرف الآخر في أي صنف هو إذا كان رجلك من نوع البصري اللي يهم المظهر ويهم الشكل ويهم الأشياء من حوله لازم أنت يتعمري هذا كلفيت إذا كان زوجك سمعي لازم أنت يكيما يقوله عجيز بكري اللي تاكله ليه راسه تخليش وحده غري يكله راسه ولو أنه هذه النظرية مش صحيحة كامل وكاين نوع الحسي يعني في أي خانة تصنفي زوج ديالك تقدري تكسبيه نوعا ما ولو أنه كما قاتلك شعلت له صوابة والعشرة يعني تلقي معمرت له الجانب البصري والسمعي والحسي ومع ذلك كاين سوء من المعاملة ولا سوء من قلة الاهتمامة